اشتركوا في القناة الأمن والاقتصاد واللعب على وتر الدين أما المعارضون فعليهم تعلم الدرس من الانتخابات فتباين قرارهم أعطى القوة للعدالة والتنمية وبالتالي فوتوا على أنفسهم فرصة تسلم مقاليد الأمور على أنقاض ضعف الخصم ننتقل بكم إلى يوسف وفريقنا في تركيا وإطلاله على اليوم الانتخابي الحاسم إليك يوسف شكرا جزيلا لك فضيلة ما زلنا في غرفة الأخبار هذه المرة من أنقرة نشهد هنا عودة حزب العدالة والتنمية للحكم منفردا بعد فوز مهم وكبير في الانتخابات البرلمانية المبكرة نستطلع سريعا فقط الأرقام الأخيرة التي حصل طبعا هذه الأرقام ما زالت هناك ثلاث في المئة من فرز الأصوات مستمر حزب العدالة والتنمية كما نلاحظ حصل على خمسين في المئة تقريبا أو تسعة واربعين فاصل خمسة حتى الآن تتأرجح هذه النتيجة حزب الشعب الجمهوري المعارض خمسة وعشرين في المئة حزب الحركة القومية يتأرجح بين 12 و13 في المئة الأكراد حزب الشعوب الديمقراطي عشر فاصل ثلاثة إلى عشر فاصل خمسة وضعه ما زال حرجا حتى الآن في هذه الانتخابات صورة تركية الخريطة إذا ما لولنا الأحزاب اللون الأصفر هو لحزب العدالة والتنمية كل هذه المحافظات فاز بها حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات الأكراد حصر في الزاوية هنا حزب الشعب الجمهوري اليساري العلماني على السواحل في الغرب كما هو محصور والأنضول كله بأنقرة بإسطنبول كلها عادت لحزب العدالة والتنمية مقارنة سريعة فقط مع الخريطة في يونيو الماضي كيف كانت؟ الخريطة كانت بهذا الشكل لاحظوا الأكراد كانوا قد فازوا بكل المحافظات على الحدود الإيرانية ولديهم أيضا امتداد في الداخل اللون الأحمر لحزب الشعب الجمهوري كان متوزعا حتى داخل الأنضول وفي جميع المحافظات على الساحل أعيد لكم الصورة الآن أصبحت بهذا الشكل اللون الأصفر طاغي بشكل أكبر الآن أيضا مقاعد في البرلمان كانت وأصبحت حزب العدالة والتنمية كان لديه 258 مقعدا الآن نتحدث عن 316 أقل من 320 التي تخوله لمحاولة تغيير الدستور حزب الشعوب الديمقراطي الكردي كان لديه 80 الآن نتحدث عن 58 خسرة 20 مقعدا و22 حزب الحركة القومية الخاسرة الأكبر هنا كان لديه 80 نتحدث الآن عن 46 مقعدا فقط أيضا حزب الشعب الجمهوري حافظ على نفس النسبة 132 وصلت الآن 134 مقعد أيضا سريعا صلاح الدين داميرتاش من 13% إلى 10.5% ما زال وضعه حرجا حزب الشعوب الديمقراطي حزب الحركة القومية الخاسرة الأكبر لا أعتقد أن دولة بهتشلي سيبتسم بعد الآن ربما يفقد حتى زعامة الحزب بعد هذه النتيجة السيئة جدا المناخبون عاقبوه بقوة حزب الشعب الجمهوري حاول وعرض الشراكة مع الحكومة لكنه بقي محله وأحمد داود أغلو يستعيد الزعامة يصلح الانطلاق المتعثرة من 41% إلى 49.5% أو إلى 50% من هذه النتائج ما نريد أن نقوله هنا أن النتائج كانت مفاجئة حتى حزب العدالة والتنمية نفسه لم يتوقع أن يحصل على هذه النسبة العالية من الأصوات من الذي دفع إلى هذا الفوز هل هو سياسة أردغان؟ هل هي قيادة أحمد داود أغلو؟ أم هل هو الوضع السياسي الأمني المعقد الذي ربما دفع الناخب لأن يختار بين الأمن والاستقرار وبين محاسبة الحكومة على تهمها؟ على كل لنبقى الآن في أجواء الاحتفالات الانتخابية وردود الفعل الحزبية نتوجه إلى مراسلنا في إسطنبول مهران عيسى أعتقد أنه يتابع من هناك الأجواء مهران كيف هي إسطنبول الآن بعد إعلان هذه النتائج؟ نعم يوسف فرحة عارمة في صفوف أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ اللحظات الأولى لصدور النتائج الأولية التي كانت تشير إلى فوز حزب العدالة والتنمية بأرقام لم يكن يتوقع حتى أنصار الحزب بدأت الاحتفالات الألعاب النارية أطلقت في الهواء وما زالت حتى هذه اللحظة في أكثر من مكان لسيما قبالت المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم طبعا في مناطق أخرى أيضا في مدينة إسطنبول ما زالت تستمر هناك الاحتفالات وما على الجانب الآخر وبالقرب من المقرات الحزبية لبقية الأحزاب الأخرى يخيم الهدوء والحزن في تلك المناطق بشكل عام هناك كانت مفاجأة أيضا للشارع التركي حيث أن الكثيرين لم يكنوا يتوقعوا هذه النتائج كانت استطلاعات الرأي أيضا قد فشلت في الاقتراب على الأقل من هذه النسبة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية كل استطلاعات الرأي التي سمعناها على مدار الأشهر الأيام والأسابيع الماضية كانت تشير إلى أبعد تقدير أن يحصل حزب العدالة والتنمية على 43% لكن كانت النتائج اليوم مفاجئة للجميع وحصل حزب العدالة والتنمية على 49.5% بشكل عام يمكن القول بأن مدينة إسطنبول كونها الخزان الانتخابي الأكبر والذي استفاد منها حزب العدالة والتنمية كونه الكاسب الأكبر في هذه المدينة تشهد احتفالات كبيرة ربما تستمر حتى ساعات الصباح الباكر كذلك هناك سيارات سيارات المواطنين التي علقت عليها أعلام وريات حزب العدالة والتنمية ما زالت تجوب شوارع المدينة حتى هذه اللحظة وما زالت هناك أيضا بعض المناطق ذات الغالبية التي تؤيد حزب العدالة والتنمية تطلق فيها الطبول وما إلى ذلك في أكثر من منطقة في إسطنبول نعم مهران عيسى مرسلنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك أتوجه إلى أنقرة هنا قريبا مني سلمان العنداري سلمان في أنقرة نحن في الستوديو هنا في محيطنا لا نسمع شيئا لكن هل أنت تسمع شيء من حزب العدالة والتنمية أو حزب الشعب الجمهوري القريب هم جيران على فكرة نعم يوسف بالفعل كانت نتيجة غير متوقعة أبدا بالنسبة لكل الأطراق فشلت كل استطلاعات الرأي والتوقعات بتوقع النتيجة فاز حزب العدالة والتنمية بأكثر من 49% أما بالنسبة لأنقرة التي تقسم إلى دائرتين وتتنافس فيها الأحزاب على 32 مقعدا يمكن القول بأن حزب العدالة والتنمية حقق انتصارا يبلغ 49% وتمكن من الفوز بـ 16 مقعدا وتلاها الحزب الشعبي الجمهوري في هذا الإطار يعني معروفة أنقرة بأنها منقسمة في المنافسة بين الحزب الشعبي الجمهوري وأيضا حزب العدالة والتنمية حقق حزب العدالة والتنمية انتصارا كبيرا في هذه الانتخابات في هذه العاصمة أنقرة يعني بالنسبة للاحتفالات هناك بعض المظاهر الاحتفالية في المدينة ولكن التوقعات لم تكن أبدا يعني كما كان يتوقع الناس والمواطنون في تركيا كانوا يتوقعون من أن حزب العدالة والتنمية قد يتخطى على أكثر حد يعني 46% أو 44% ولكنه تجاوز هذا الحد وتمكن من تشكيل سيتمكن من تشكيل الحكومة بشكل منفرد هذه الأوضاع في أنقرة يعني هناك نوع من المفاجأة نصح التعبير هناك احتفالات أيضا الأحزاب الأخرى يعني تحاول قدر الإمكان متابعة كل التفاصيل إلى حين انتهاء النتائج غير رسمية بشكل نهائي لكي تتوضح الصورة أكثر وخاصة فيما يتعلق بحزب الشعوب الديمقراطي المهدد بخسارة العشرة بالمئة عودة إليك يوسف طيب سنتوجه بقى معي سنتوجه إلى مراسلتنا هنادي رحمة في ديار بكر لنتعرف على نبض الشارع الكردي هناك حزب الشعوب الديمقراطي الذي تراجع وما زال على الحافة وإن كان حضوضه في البقاء داخل البرلمان أكبر نعم يوسف يعني هناك أجواء حذر في ديار بكر حيث نحن موجودون الآن لا أجواء احتفالية طبعا بما أن الحزب حزب الشعوب الديمقراطية الذي تعتبر هذه المنطقة معقلا له هذا الحزب تراجع إذن طبعا لا أجواء احتفالية هناك ترقب كان هناك نوع من التشنج لدى الشارع ولسيما عندما كان هناك مخاوف من أن لا يحظى حزب الشعوب الديمقراطية بنسبة العشرة في المئة التي تخوله دخول البرلمان وعلى الأثر كان هناك بعض الاشتباكات المحدودة بين ناشطين أكراد والشرطة التركية هذه الاشتباكات تركزت في وسط مدينة ديار بكر وأيضا في محيط مقر حزب الشعوب الديمقراطية ولكنها كما سبق وذكرنا كانت محدودة إذن الآن لا نزال بانتظار انتهاء الفرز بشكل نهائي لكي يتأكد مناصر حزب الشعوب الديمقراطية من دخول حزبهم البرلمان أما بالنسبة إلى نتيجة التصويت في ديار بكر فقط فكما سبق وذكرنا حزب الشعوب الديمقراطية سوف يمثل المدينة أو المنطقة هذه المرة بتسعة نواب بدلا من عشرة أما حزب العدلة والتنمية فسوف يمثلها بنائبين بدلا من نائب واحد وهذا يعتبر تقدما بالنسبة إليه إذن إلى حد الساعة هناك هدوء حذر في هذه المنطقة ننتظر انتهاء الفرز بشكل إذن انتهاء الفرز لكي نتأكد بالفعل أن حزب الشعوب الديمقراطية زال الخطر عنه وسوف يحافظ على عتبة العشرة بالمئة التي تخوله دخول البرلمان يوسف نعم شكرا جزيلا لك مراسلتنا هندي رحمة من ديار بكر والشكر موصول أيضا لمهران عيسى في اسطنبول وسلمان العنداري في أنقرة إذن كما ذكرنا فنتائج الانتخابات الآن باتت شبه محسومة أكثر من 97% من صندوق الاضطراع تم فرزها حزب العدالة والتلمية يحقق نصرا نستطيع أن نقول أنه قوي جدا لم يتوقعه حتى وعاد إلى نسبة 50% التي كان تركها عام 2011 عندما حصل على 48.5% وبالتالي الآن عادت تركيا إلى حضن الحزب الواحد الحكم من حزب واحد والآن نتوقع أن يكون هناك حكومة مستقرة ولكن هذه الحكومة ستواجه الكثير من المشاكل من التساؤلات بدءا من نظام الحكم الذي ربما يعود الرئيس رجب طيب أردغان لطرحه من جديد على الحزب وبعد ذلك ربما هناك مواجهة الأكراد وبعد ذلك هناك ربما نجاد حل سلبي للموضوع الكردي والكثير الكثير من المشاكل الأمنية وأسودية سنحاول أن نتحدث مع ضيفنا حول هذا الموضوع من إسطنبول معي الأستاذ حسني محلي الكاتب الصحفي أستاذ حسني بداية جميع استطلاعات الرأي لم تتنبأ أكثرها تفاؤلا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وحتى حزب العدالة والتنمية كان يتحدث عن 45% في أحسن التوقعات برأيك ما الذي غير في ليلة وضحاها مزاج الناخب ودفعه للتوجه بهذه القوة للتصويت لحزب العدالة والتنمية إنسان التركي لأنه في نهاية المطاف هناك الكثير من التساؤلات لماذا صوت الناخب التركي حتى يجلز سيد حسني محلي نتابع هذه الصور للاحتفالات أتفضل سيد حسني أتفضل أقول بأن الرد على هذا السؤال يحتاج إلى دراسة للإنسان التركي دراسة اجتماعية ونفسية وسيكولوجية لطبيعة الإنسان التركي الذي صوت للعدالة والتنمية على الرغم من كل ما قيل عن الرئيس أردوغان وعن الرئيس أحمد داود دوغل والعدالة والتنمية يعني في نهاية المطاف نحن سمعنا الكثير في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية عن سلبيات هذا النظام إذن لماذا صوت هذا الإنسان التركي لهذا الحزب هذا سؤال أعتقد بأنه مهم جدا وأنا شخصيا سأتفرغ لهذا الموضوع لأدرس طبيعة الإنسان التركي قبل أن نرد عن الأسباب والعوامر أنا أطرح عليك بعض الاقتراحات لأنه حسب ما استمعنا من المحللين المحللين قالوا بأنه المواطن التركي مواطن في الشرق الأوسط يشاهد الحروب يشاهد داعش يشاهد المشاكل التي يعني في حوله وبالتالي هذا دفعه لأن يقول نعم للاستقرار أنا أريد حزب واحد وسياسة مستقرة وبالتالي الاقتصاد يكون مستقر أنا لا يعنيني أن تكون هذه الحكومة متهمة بالفساد متهمة بالتعاون مع منظمات متطرفة غير ذلك عدالة أو قانون أنا أريد استقرار واقتصاد برأيك هل هذا وارد؟ يعني هل هذا منطقي يعني أن يضحي إنسان في أي مكان في العالم في بلده مستقبل بلده مستقبل أولاده مستقبل جمهوريته مستقبل ديمقراطيته حريته حقوق الإنسان في سبيل شيء واحد وهو مصالحه الشخصية والانتهازية فقط هذا كلام غير منطقي يعني كما قلت هذا لا يكفي للرد على أسباب ومبررات ما حققه حزب العدالة والتنمية هذا صحيح في نهاية المطاف معنسة في الشديد هذا صحيح يعني المجتمع التركي والناخب التركي على الأقل 49% من الناخب التركي من الناخبين الأتراك قالوا أوكي نحن لا يهمنا إن كانت الجمهورية التركية مهددة بالدمار بالاندثار بالقضاء بالفساد ومهددة بداعش وحزب العمال الكردستاني والإرهاب والعلويين والأكراد وغير من هذا الكلام أنا يهمني مصلحته اليومية اليومية فقط لأن أكسب فقط حتى ولو كان هذا الكسب على حساب الآخرين طالما أن هناك فساد فأنا أيضا مستفيد من هذا الفساد طيب هنا ألا يكون رهان الرئيس رجب طيب أردغان في محله يعني هو فاهم عقلية الناخب أكثر من أحمد داود أغلو وأكثر من زعماء المعارضة يعرف أن الناخب سيتجه إلى هذا وبالتالي كان هناك الضغط مع حزب العمال الكردستاني كان هناك الضغط الاقتصادي التخويف من خلال كثير من القيادات بأن أي حكومة ائتلافية ستقود إلى تهديم ودمار تركيا بالتالي أردغان هذا فوز لأردغان وسيطالب مستقبلا بنظام رئاسي أليس كذلك نعم ولكن لن يستطيع أن يفعل ذلك طالما أن مقاعد البرلمان لن تكفيه لتحقيق هذا الحساب كما كان في الماضي لأن مقاعد البرلمان للعدالة والتنمية يبدو أنها ستكون حوالي 312 وأنت تعرف بأن تعديل الدستور يحتاج إلى 330 عضو في البرلمان هذا أولا ثانيا يعني نعم أوكي الرئيس أردغان عرف كذا وعرف طبيعة الإنسان التركي ولأنه في نهاية المطاف جاء من هذا الوسط من هذا الوسط للإنسان التركي بمعاييره المتوسطة نعم هذا صحيح ولكن في نهاية المطاف لكن أستاذ حسني اسمح لي هنا من خلال العلاقة مع رئيس الوزراء أحمد داود أغلو أقصد يعني هنا اسمح لي بأسفة هنا يعني ألن يجبر داود أغلو على أن يكون هناك نظام رئاسي بوضع اليد كما يقال دون تغيير دستور هل سيخلق هذا سجالا أم انسجاما أكثر بين الرجلين لا لا نعتقد بأنه لن يستطع أن يفرض على الرئيس داود أغلو بعد الآن شيئا ما لأنه في نهاية المطاف داود أغلو أيضا أثبت رشده أثبت رشده باعتبار أنه هو زعيم الحزب وليس الرئيس أردوغان في جميع الحالات لأنه في نهاية المطاف الجميع راهنة على فشل داود أغلو في هذه الانتخابات وأنت تعرف بأنه كان هناك تحضير للانقضاء على داود أغلو والتخلص منه من قبل الرئيس السابق عبدالله أقول وأتباعه الآن لن يستطيع أحد أن يقول أي شيء لداود أغلو طالما أنه استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا للحزب خاصة أن البعض يقول بأن هذا الانتصار أي انتصار داود أغلو جاء غصبا عن الرئيس أردوغان لأن الشعب كان غير مرتاحا للرئيس أردوغان طيب أستاذ حسني أخيرا هنا الآن حزب واحد سيحكم تركيا هو حزب العدالة والتنمية أمامه مشاكل كثيرة وحزب العمال الكردستاني داعش برأيك هل حزب واحد حزب العدالة والتنمية لديه وصفة سحرية يمكن أن يلبي تطلعات الناخب سريعا بحلول سريعة لكل هذه المشاكل لا أعتقد ذلك ولا يهمه ذلك والمواطن التركي لا يهمه ذلك لأن طالما الأمور كما يقال باللغة العامية ماشية في البلد فأنا أعتقد بأنه ليس مبالي بكل هذه الأمور يعني هو وعد 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 بكثير من الوعود الاقتصادية كما تعرف هو لن يستطيع أن يلبي أي من هذه الوعود هو لن يستطيع أن يعالج القضية الكردية كما كان يقول خاصة في ظل المعطيات الحالية التحالف الأمريكي والغربي مع أكراد سوريا مع المعادلات الجديدة الكردية في شمال العراق قضايا الإقليمية فيما يتعلق القضية الكردية هذا موضوع يتجاوز أردوان ولكن على الصعيد الداخلي في نهاية المطاب الشعب التركي أقول بكل صراحة لا ولن يبالي بعد الآن بكل ما ستعيشه تركيا لأنه أثبت في هذه الانتخابات بأن ما يهمه فقط هو مصلحته اليومية فقط اليومية فقط دون أن يفكر بأن مصلحة أولادي بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات هو لم يفكر بذلك هو فكر بشكل آنيا فقط بمصلحته الشخصية الذاتية وأثبت غالبية الأثرات بأنهم انتهازيون لا يفكرون إلا بمصلحتهم الفردية الأنانية ما على السفر الشديد طيب يعني طيب طيب دعني أن أعلق أنه في انتخابات يونيو كانوا يعني توجهوا إلى صندوق الاقتراع وعاقبوا حزب العدالة والتنمية فهم يعني حتى لا نطلق يعني الأوصاف هيك بشكل مطلق أشكرك شكرا جزيلا حسني محلي الكاتب والمحلل السياسي لكل انتخابات ظروفها على ما يبدو والناخب التركي قالت كلمته الآن كما قالها في حزيران يونيو الماضي نكتفي بهذا القدر من هذه النافذة من تركيا من أنقرة ما زلنا في غرفة الأخبار لكن نعود إلى غرفتنا في أبوظبي مع فضيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر